اشتركوا في القناة وعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن خالص تهاني مملكة البحرين إلى جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى عيدها الوطني وتمنيتها لها بمزيد من التقدم والرخاء مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين وتقدمها وازدهارها في ظل العلاقات الدبلوماسية الودية القائمة بين البلدين منذ 34 عاما وحرصهم المشترك على ترسيخ الأمن والسلام ودعم التنمية المستدامة من خلال تفعيل سبعين اتفاقية ومذكرة تفاهم ثنائية وتطوير التعاون الدولي في ضوء مبادرات الحزام والطريق هذا العام نحتفل بالذكرى 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى 34 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية ومملكة البحرين وخلال هذه السنوات نمت العلاقات بين البلدين الصديقين وخصوصا خلال السنة الماضية حيث التقى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الرئيس الصيني شي جين بينك في الرياض ونتج عن ذلك توقيع العديد من الاتفاقيات وهذا العام وصلت العلاقات بين البلدين إلى مرحلة متقدمة شهدت العديد من الإنجازات وأنا متأكد أنها ستشهد مزيدا من التطور والنماء في المرحلة المقبلة هناك الكثير من الاتفاقيات في الاتفاقيات